افتتحت يسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصقة الوزارية ومبعوثة مؤتمر الأطراف لتغير المناقب 27 ورشة عمل أول بعثة تخطيطية لترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شارم الشيخ نهاية العام الجاري وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاورة رئيسية هي الاتصالات والصحة والإقامة والنقل والطيران المدني بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة معا أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة